الوحدة الخامسة الصحة صحتك العاطفية هامة بقدر أهمية صحتك الجسدية، وكلتاهما مترابطتان. تماماً مثلما تطلب المساعدة الطبية إذا كانت لديك مشكلة في جسدك، فمن المهم أيضاً طلب المساعدة إذا كنت تعاني من مشكلات تتعلق بالصحة العقلية. الصحة العقلية تشير إلى أحوالك وكيفية تفكيرك وتصرفك وأنت تتأخلم مع الحياة، وتشير أيضاً إلى كيفية معالجتك للإجهاد والغضب والحزن. يمكن لأي شخص أن يتعرض لمشاكل فيما يتصل بالصحة العقلية، فهي تؤثر على الأشخاص من جميع أنواع الجنس والأعمار والمستويات التعليمية ومستويات الدخل والثقافة. سنوياً، يرجح أن يمر واحد من أصل خمسة أشخاص في كندا بمشكلة صحة عقلية. انظر إلى التحديات التي يواجهها بعض الوافدين الجدد في كندا، والتي قد تؤثر على صحتهم العقلية. الاضطرار إلى مغادرة مكان غير آمن حول العالم وبيتك وأسرتك وأصدقائك. البحث عن مكان للعيش تكوين أصدقاء جدد الحصول على عمل إعالة أسرتك الاستقرار في مجتمع جديد التعود على التقس والبدء في مدرسة جديدة إذا كانت مشاعرك تؤثر على أدائك اليومي، فاطلب المساعدة. التحدث إلى شخص ما بخصوص أية صعوبات تواجهها هو الخطوة الأولى لمساعدة نفسك. اطلب المساعدة إذا كنت أنت أو شخص تعرفه تشكواني في كثير من الأحيان مما يلي. الحزن أو اليأس فقدان الشهية الكوابيس أو الذكريات المؤلمة الأرق التعب أو الإرهاق الشعور بالإحباط أو الغضب القلق أو الإجهاد الشعور بالوحدانية أو العزلة أو الانزواء التفكير في إذاء النفس أو الموت حتى في المواقف العصيبة، من المهم أن تتذكر أن العنف الأسري غير قانوني في كندا. إذن، كيف يمكنك مساعدة نفسك والآخرين؟ تعرف على خدمات الصحة العقلية المتاحة عن طريق الاتصال بالرقم 2-1-1 أو البحث على الإنترنت يمكنك أيضاً التحدث إلى طبيب الأسرة أو الممرضة أو العامل الاجتماعي للحصول على مزيد من المساعدة. عندما يشعر شخص ما بالحزن أو القلق، ما الذي يمكن أن يساعد؟ ابدأ بفعل أشياء تبعث على الاسترخاء وتجلب الفرح. وهنا بعض الأمثلة. الطبخ مع الآخرين ولهم مساعدة الآخرين التواصل مع الأسرة والأصدقاء تقضية الوقت خارج البيت تناول مأكلات صحية الصلاة أو التأمل ممارسة الألعاب الرياضية التحدث إلى أشخاص تثق بهم التركيز على جوانب الحياة الإيجابية ممارسة جوانب معينة من ثقافتك خصص بعض الوقت لنفسك وقم بأشياء تستمتع بفعلها مثل قراءة كتاب أو القيام بشيء آخر قد يكون بدء الحياة في بلد جديد أمراً صعباً ويستغرق وقتاً للتكيف من الطبيعي أن تشعر بالعديد من المشاعر أثناء التكيف